يوم ثامن من التصعيد بين غزة وإسرائيل العملية العسكرية الإسرائيلية أوقعت المزيد من الضحايا وخلفت خسائر مدية كبيرة وأضرار في البنى التحتية وفي منازل المدنيين القصف الإسرائيلي دمر عمارة الأوقاف ومبنى يتبع وزارة الداخلية ومبنى إداري يتبع وزارة الصحة كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد وفيما أصيبت أبنية في مستوطنة سدود بصواريخ من غزة أوقعت جرحة توعدت الفصائل باستهداف تل أبيب مجددا ردا على استمرار الغارات الإسرائيلية التي طالت المنازل ومع تصاعد حدة العنف في غزة تتواصل دعوات التهدئة والجهود الدولية لاحتواء هذا الموقف باريس أعلنت دعمها لمشروع هدنة مصرية طويلة الأمد بين فلسطين وإسرائيل فيما قال البيت الأبيض أنه يريد وقف تصعيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني في أقرب وقت ممكن وأن بايدن سيتحدث مع نتنياهو خلال الساعات القادمة واشنطن عرقلت مجددا بيانا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء أزمة غزة وحماية المدنيين كما وافقت على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بمبلغ 735 مليون دولار بحسب ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست موسيقى